سنة 2002 كنت باخد كورس عبري وأمن الدولة طلب من أستاذ العبري أن أنا قابلهم في أمن الدولة ورحت لهم وقابلت زابط هناك وطلب مني أن أنا أروح الأكاديمية الإسرائيلية وأسمع المحاضرة وأقول لهم كل حاجة حصلت هناك بس ما كلمش مديرة المركز ولا الجزها شيمونا وديفيد رحت فعلا ما نفستش أي حاجة من اللي قالوها لي اتصورت مع شيمونا وسلمت على ديفيد وتسحبت على بنت اسمها أمبر ومشيت من غير ما اسمع المحاضرة أنا كنت رايحة بس نوع من حب الاستطلاع ما بحبش الأوامر طبعا كلمني وهو متنرفس جدا ومتدايق وطلب مني أن أنا مروحش هناك خالص تاني وما كلمش في أي حاجة عن إسرائيل أو كده سنة 2004 سافرت أمريكا مع واحدة صاحبتي فلسطينية واحد من البحرية الأمريكية وحنزل الإيميل اللي بعته لي طلب مني أن أنا أروح لباستن من شيكاغو بتشكرني أن أنا مروحتش باستن مش هخش في تفاصيل وأنا قلت إيه إنما سنة 2008 جات لي مرات أسامة سعد رئيس الحزب الناصري في صيدا هنا مصر صدقتي وعرفتني على شاهندة مقلد وعرفتني على نور الهدى وكذا نشطها واتفعنا أن نحن نطلع سفينة مريم اللي طلع على الغزة ودفعت أنا وطنت شاهندة فعلا بس السفينة كلها تلغت الرحلة كلها تلغت إسرائيل لغتها وبعدين سنة 2011 لما قامت الثورة أنا موقفتش مع الثورة خالص وكان كل مطاقة أن أنا أقف مع الثورة لأن أنا كنت ضد النظام والنظام كان مطلعيني بس أنا موقفتش مع الثورة خالص لأن أنا كنت عارفة أن الثورة دي مش هتجيب خير وبالأخص ثورة ليبيا وحذرت كل الناس ومحدش سمعني وحذرت أصحابي في لبنان وسوريا محدش سمعني مش مهم بس المهم انضميت لحملة اللوى عمر الله يرحمه ووفاء أبو الخير اللي كانت مسكة الحملة أخدتني للوى عمر والراجل اللي واقف وراء سيادة اللوى جاهز المخابرات وقابلته وحتى قلت له يا سيادة اللوى انت شكلك تعبان قوي دي غزة قال لي حاضر لما الغمة تنزاح بعد ما توفى اللوى عمر أخدتني وفاء برضو أخدتني المقابر ووقفنا قدام قبر اللوى عمر وسألتني يا شرين حسب ايه قلت لها يا وفاء مش معنى ان انا ساعات بحلم أحلام بتتحقق او ساعات بقول حاجات بتحصل ان انا شيخ او اقدر اعرف الغيب علم الغيب ده بتاع ربنا ما قدرش اقف قدام قبر واقول اللي جواس يا تلوا ولا لأ اللي اقلكوا علي اني دجالة دحك عليكم انا مش دجالة انا بقول الكلام ده كله لان انا شخص مش مجهول للاجهزة الامنية كلها من اكبر كبير لاصغر صغير الاجهزة الامنية اللي عاملة نفسها مش وغدة بالها من اللي حصل لي لو الاجهزة الامنية بعد ما انا رحت النزها ومعرفش تشخش النزها وطلعت على كليو باترا لان انا عمري محبت كليو باترا بس لما ما لقيتش اماكن في النزها طلعت على كليو باترا لو الفعل اللي تم فيي ده مالوش اي علاقة بحياتي السياسية الا قبل الثورة او بعد الثورة ومش عخش في تفاصيل اكتر من كده لكن الفيديو اللي جاي عخش في تفاصيل اكتر من كده بأسامي لو مالوش اي علاقة بقى رائي السياسية او بنشاطاتي او صفري لبنان او السوريا او اي طرف انا بتبهد اللي بقى لي سنة لو محدش في انتقام شخصي دايق تحد ومخدتش بالي احيانا بقى بقى لتزوق كتير لو مفيش انتقامات شخصية لو مفيش وده فعلا فعل فردي زي ما الاجهزة الامنية بتقول ان ده فعل حظي كده انا بتبهدل ليه بقى لي سنة بتبهدل بتعرّ اتقبرت على ان انا تعرّ قدام طبيب في الطب الشرعي مع انهم هيكتبوا التقرير سالب واخدين اوامر بكده ليه اتبعدت المركز ميديكس عشان اتهان ليه ليه كل ده ليه بيتعمل فيه كده معلوم ان انا تم فيه حاجة من الخلف وهو اختصاب مش هيكون اي حاجة لان المنطقة دي في الزايدة ما بيتقرب لهاش مفيش مستشفى محترمة في العالم بتقرب لمنطقة الشرق في عملية زايدة بسيطة وما كانتش ملتهبة بكلام الورق بتاع المستشفى اللي ما بعوط للنيابة انا بخطت بتاني معلش اني باطلخبط انا اصلا شخص ما بعرفش اتكلم كويس انا بعرف اكتب احسن ما اتكلم والحظ السيء ان انا مضطرية ان انا اطلع لان انا متبهدلة ومتمرمطة بقالي سنة بتمرمط لو اي واحد فيكو يقبل على بنتو كل المرمطة دي يقبلها علي فيه جكوه رسمية متقدمة للفريق السيسي في وزارة الدفاع مسلسل رقم 16 بتاريخ 2410-2013 بناشد الفريق السيسي تاني والفيديو الجاي مش هيبقى مؤدب كده انا لو كانت عمل فيها حاجة بجهاز امني عشان كده الكاميرات بتتخفي ما عنديش تفسير تاني الكاميرات تطلع عايز اشوف مين دخل وخرج غرفة العمليات لو الكاميرات ما تلعطش يبقى فيه جهاز امني في مصر متورط في اللحظة لي ينتقام شخصي من شخص ليه سلطة ويقدر يخش مستشفى كيلو باترا لو مش جهاز كامل هو اللي عمل فيها كده او انه اطباء منحرفين معتدين على هذا الفعل ولازم يتفضحوا لو ما فيش اي جهاز امني متدخل في انتهاكي لو فيه اي حد يرضى على بنته ان يحصل لها كل المرمطة دي يرضى عليها